في عالم يسبوا عليه أنه كيف عم برقص مو معقول نفسك الضل بشخص عم بيقول أنه أنا تعبان يا عالم هاي كيفكن حبايبين؟ إن شاء الله تكونوا تمام شي سلامة قلبك؟ الله يسلامك طمنينا عنك أنا تمام الحمد لله حسيت أنه لازم نقعد سوا ونحكيه لحتى في بطيئة أسئلة عم تمسأل صور أحسن النون والضحى وقل لك أنا شو عندك أسئلة حجوبك؟ بلش بلش وأول الأسئلة هو شو اللي صار مع نارين وخليها تكتشف أنه عندها ثلاث نقط بيض على الدماغ بأحجام مختلفة مثل ما كشفت لمتابعيها بهالبوست وقالت أنها راح تخوض علاج لمدة سنتين أكتر شي عندي وجع راس مؤلم يعني إجت لمرحلة يكون مثلاً بس فاللي علي أعمله هو أنه ظلني روح الدكتور لمدة سنتين كل كم شهر لحتى نعمل رانين ونشوف إذا هدول الدرس عم بيزيدوا أو ما عم يتحركوا فوق تبيبياً فيه إلون علاج إنه يروحوا؟ لا يعني ما فيه إلو ندوى بس فيه إلو علاج تخفف الوجع أو النوبات بس إنه آخد شي لحتى يروحوا هالنقص نو لكن هالبوست انقسمت الآراء حواليه فالبعض تعاطف معها والبعض الآخر انتقدها وفيه ناس شككوا بصحة الموضوع واعتبروا إنها بتعمل ترند فيه كومنت مزعجني واللي هو وحدة كانت آيلي إنه منيح عنده مرض بس معه مصاري أنا عندي مرض وما فيه مصاري صيرت دياءت دياءت عليها يعني إنه مو معقول نفسك تضل بي شخص عم بيقول إنه أنا تعباني عالم فهمت كيف سأيثنك هاد دياءتني في عالم قاعدوا إنه يسبوا علي إنه كيف عم برقص ليه؟ قال إنه إنتي هلأ مرضانة لازم ما ترقصي لازم ما بعرف شو فبيني وبين حالي إنه يا عالم واحد عم بيقلكم هالشي أنتو عم بتقولوا تستاهل ملايكك بالمشفى عم ترقصي أوه هدى صوت إنه إتسنات أوكي بس إما شو بعمل يعني ألطم دعم تيجي على حالك لحتى تبيني أوي حقلك شي لما كنت كتير تعبانة ما كنت صور بس شو كان يقزيني الكومنتات اللي كنت شوفة وأنا مختفية إنه هاي مهاما هاي مفارق معها ما بعرف شو بس أنا يكون يعني شو إرهاق يعني صرت أعرف شو يعني كلمة مرهقة لكن قدامها السلبية في كثير ناس وقفين معها أولهم طبعا عائلتها وخطيبها رامي نعرف رامي كيف كان راكشن تبعه وكيف دعمك عطول بيتأكد من مواعيدي عطول معي لما كتمر النوع المشفى يكون موجود يتطمن ياخد آراء أدكات لكثير أصدقائه سو هو عطول كان هونيك ولسه يعني كلا ياتن هيأثر هذا الشي على زواجك؟ نو 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 على الخطط اللي أنت خططية أنت ورامي؟ لا لا أسمح لا أسمح لا أسمح كل اللي علي عمله أني أرتاح وأهتم بحالي وكمل بالتجهيزات بس نوع ايدونت سينك رح يأثر على أي شيء طب كيف تحضيرات العرس؟ كلها تمام في عنا تغيير بالخطط مفروض كان لبنان بس بسبب الأوضاع ما صار وهلأ عم نعمل تجهيزات بس ما فيني قل لك شي كتير اه بلشتنا والله والله ما بد هتصل برامي أحكيه هو ما بيحكيه هو ما بيحكيه يعني إذا أنا ممكن قل لك شي هو مستحيل يقول بس هيكون مش بدبي هلأ مش بدبي ولا شكله نقل عدبي كان ببيروت صار بدبي نو 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 اسناد بدبي رحيكون دستانيشن ودي كايندوف شكله الفجارة يمكن كايندوف وبهيك ناريم بتكون أكدت على موضوع أنه كل الكلام اللي عم بينحكي على السوشيال ميديا أنه في خلافات بين رامي وأهلها وعن إشاعة انفصالها عنه غير صحيحة ما بتفكري تطلع ترد يعني في إشاعات كتير بتطلع بس مولا مرة رديتي مثلا على توضحي الموضوع أو شي يعني ما رح أطلع أرد على الكل بصراحة يحكوا اللي بدون يحكوا عن جد إنو كل واحد يحكي اللي بدوا يحكي ويصدق اللي بدوا يصدقوا ما فيني أنا طول حياتي قضية وأنا بس عم ترد بس عم بطلع وعم برر وعم قللهم لا مو هيك والله العظيم هيك نو اشتركوا في القناة